السلام عليكم طلاب صف ثالث من توسط مسألة حياتية مهمة صفحة 21 بعنوان صوت أذن الإنسان يمكن أن تسمع الأصوات التي لا يقل ترددها عن 20 هرتز ولا يزيد عن 20 ألف هرتز اكتب متباينة مركبة تمثل الترددات التي لا تسمعها أذن الإنسان ومثل مجموعة الحل على مستقيم الأعداد أذن المطلوب اكتب متباينة مركبة ويمثل مجموعة الحل على مستقيم الأعداد وحتى نجاوب على هذا السؤال نقول نفرض أن الأصوات التي لا تسمعها أذن الإنسان هي X لذلك راح تكون الأكس أكبر من 20 ألف أصوات لا تسمعها أذن الإنسان أو الأكس أصغر من 20 أيضا هي أصوات لا تسمعها أذن الإنسان السواحد يسأل يقول ليش اختاريت أداة الربط أو ما اختاريت أداة الربط لحظ أنه يقول بالسؤال أصوات لا تسمعها أذن الإنسان إذن هو المدى الغير الطبيعي أو الغير اعتيادي أو الغير الملائم هذا كله يكون متباينة أو أما إذا كان الطبيعي أو الملائم أو ضمن المدى الاعتيادي راح يكون هو متباينة و هنا راح أكتب مجموعة الحل الأولى X حيث X أصغر من 20 أو مجموعة الحل الثانية راح تكون X حيث X أكبر من 20 ألف ومجموعة حل رئيسية اللي تجي من مجموعة الحل الأولى اتحاد مجموعة الحل الثانية وتمثيلها على مستقيم الأعداد نرسم مستقيم الأعداد الحد الأعلى اللي هو 20 ألف والحد الأدنى اللي هو 20 والتمثيل يكون على طرفي المتباينة يعني أكبر من الحد الأعلى وأصغر من الحد الأدنى